السلام عليكم اليوم راح اشرح ال Time Remapping في برنامج Premiere Pro Time Remapping مختص بتبطيه وتسريح فيديوهات احنا سابقا اشرحنا على القناة انه لما ننجي على فيديو معين مثلا نختار عليك الكميم وبعد راح تأثيرنا خيارات منها Speed and Duration كنا نزيد 100% نخليها مثلا 50% حتى نبطئ او نخليها 200% حتى نسرع ونغيرها من الامور اول شي نسوي احنا انه نروح ونكبر ال Time Line على الفيديو اللي عدنا بها الشكل بعدها عدنا FX هاي صغيرة اللي يم اسم المقطع راح نمجي عليها وكليك كمين راح نختار Time Remapping ونختار Speed بعدها راح ينتقل التأثير على السرعة راح تلاقي عندك هذا الخط اللي موجود بالنص هذا الخط اذا رفعته الى الاعلى راح يصير عدنا سرعة وبعدها اذا نزلت الى الاسفل وحيصير عدنا بطل هنا احنا ما نحتاج انه نقطع الفيديو مثلا عدة اجزاء اقول انا مثلا من الثانية رقم 3 الى الثانية رقم 4 راح اقطعها سبيها جزءين وبعادها راح اصابلها تأثير هنا ما نحتاج هذا الشيء اللي نحتاجه هو كالآتي اول شي راح نروح ونحدد نقطة بدء تأثير سواء كان التسريع ولا التبطيء مثلا انا اريد الطفل لما يصل لهالمنطقة مثلا اريد من هنا احدد النقطة فحتى احدد النقطة عندك لنظام من ويندوز تختار كونترول وبعزها ترجي على هالمكان اللي عنده مالك ونختار كماند وبعزها كلك واحد بعدها صار عدنا كيف رام انا راح امشي هالشكل راح اقول انه قبل ما يفتح الباب اوكي دي هنا راح يكون عندي سريع وبعادين راح يكون اتياتي فاجعل لهالنقطة ايضا كونترول او كماند ومع كلك يصار لاحظ معي اللي على الجهة اليمين هذا الحاليا مئة بالمئة اللي بالنص راح نعدله احنا وعليسار ايضا مئة بالمئة فاحنا لو جينا على هذا الخط اللي بالنص واستحبنا للأسفل لاحظ معي السرعة راح اتقل مثلا اخليها خلينا نقول عشرة بالمئة احنا لو جينا هسا وشغلنا المقطع بذلك حيصير مئة بالمئة وبعدين راح يفتعدنا المقطع حيصير بطيء جدا سين اي لو جيته هسا وسرعت الامر مثلا قلت انه اريد خليكون مثلا هذا عالي ببداية وبعدين يكون بطيء هناك احشغل ايضا سريع الشكل الى ان يصل النقطة الاخيرة اللي حدرتها صار بعدين بطيء انا ممكن حتى لما يدخل احدد نقطة اخرى لكن حاليا اللي اريد اتسوي انه في المنتصف اكتر ثبت نقطة معينة يعني هذه اخليها كصورة فاشا سبي راح اضيف نقطة اخرى ايضا كنترول وكماند زايدين كليك يسار صار هذه النقطة ثالثة بالنصف للي عنده نظام ويندوز راي اختار كنترول والت على اللي بالازرق وبعدها كليك يسار ويسحب للي عنده ماك ممكن يختار كماند مع اوبشن ويسحب على جهة اليسار فاني حاليا راح اضلت اثناناتهم بعد اكليك اليسار واسحب على جهة اليمين اي لم اسحب على جهة اليمين راح يتلاعظ معي علامة التوقف ويمها مثل صورة هذا راح يقول لك انه هاي اللغة راح تثبت على حسب ما ترترفع انت او تسحب على جهة اليمين وان لو اسحبت على هذا المتا كل هذه راح اصير صورة ثابتة فاني احتاج جزء صغير من انتها الشكل بعد ان لو جيت وشغلت راح يكون عندي سريع بعدين صورة ثابتة بعدين يرجع سريع واني ارجع المقطع الى اتيادي ولا حسب بس اني اضيف نقطة ثالثة ورابعة اختار من هنا اختار من هنا وبنص اسحبها الى الاسفل بعد ان لو جينا play هذا اخر مقطع صورة ثابتة بعدين سريع بعدين اتيادي بعدين لما يدخل راح يصير بطيء وبعدين راح يجع اتيادي ان شاء الله تسابدون من هذا الفيديو شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة